المشكلة في باب نظام الحكم الجديد اللي تبناها مشروع الدستور انه نظام حكم بيقوله انه بيجمع ما بين البرلماني والرئاسي والحقيقة انه دي موضع الخطورة نفسه انه النظام بياخد بعض سمات النظام الرئاسي وبعض سمات النظام البرلماني انتج ايه في النهاية؟ انتج ان احنا بنسعى لبناء ديكتاتور وفرعون جديد رئيس الجمهورية في المشروع الدستور الجديد عندنا هو نفسه بالزبط رئيس الجمهورية في دستور 71 وفي كل الدستير المصرية ما بعد 1952 ثورة يوليو اللي هي مرخصة في الآتي إنه عندنا رئيس جمهورية بيتحكم في كل شيء في الدولة تمام؟ هذا التحكم لا يقابله أي رقابة من البرلمان ولا يقابله أي مشاركة في الحكم من البرلمان وهذا النظام استمر بمعنى إنه رئيس الدولة له كافة الصلاحيات مش عددها ولكنها معروفة في المشروع هذه الصلاحيات يمارسها عن طريق رئيس وزراء بيقولون لن في المشروع الجديد إنه رئيس الوزراء أخد صلاحيات زيادة علشان نحدث نوع من التوازن أصلا إحنا مش محتاجين توازن ما بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأنه لن يكون هناك توازن رئيس الوزراء معين من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي هو تابع له وبالتالي هو بيسمع كلامه وبالتالي هو موظف سكرتير عند رئيس الجمهورية يوديه ويجيبه في أي وقت يبقى رئيس الوزراء ده بالضبط كده بمنتهى البساطة عبارة عن كورة بيتلعب به ما بين البرلمان وما بين رئيس الدولة كورة لأنه هو المسؤول والحقيقة إن المسؤول الأول هو رئيس الدولة وكورة لأنه رئيس الدولة لا عليه رقابة ولا عليه مشاركة في الحكم من البرلمان الكلام ده معناه إنه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بيتحقوا علينا وقولون لنا فيه إزدواج في السلطة التنفيذية وإن إحنا عملنا توازن بين السلطات بين الرأسين السلطة التنفيذية والحين الكلام ده مش مطلوب أصلا ما تجيب ليش رئيس وراء وتضحك علي وتقول لي هو المسؤول تحصل حدسة قطر يستقيل وزيل تحصل حدسة مدرسة يستقيل رئيس وزراء الشعب ينزل يهتف بسقوط رئيس الحكومة رئيس الحكومة غير مسؤول في هذا المشروع الموجود أصلا المسؤول الأول عن وضع السياسة العامة للدولة هو رئيس الجمهورية المسؤول عن تنفيذها هو رئيس الجمهورية كل شيء هو رئيس الجمهورية دي النقطة الأولى مسألة الازدواج في السلطة التنفيذية لازم نشيلها من الدستور أصلا لازم يكون شخص واحد والمسؤول طبعا الجانب الآخر الشخص المسؤول ده بقى نسيبه يستبد بالدولة لا لازم يحصل معاه ما يسمى بالتشارك في الحكم التشارك يعني إيه؟ يعني حد يشترك معاه في الحكم اللي هو مين؟ اللي هو البرلمان البرلمان ده يتشارك إزاي؟ بأنه جميع قرارات رئيس الجمهورية لا تنفذ إلا بموافقة البرلمان والبرلمان في النظم السياسية التي تحترم إرادة الشعب هو السلطة العليا وليس رئيس الدولة احنا عندنا هذا التمجيد الزائد لرئيس الجمهورية بيكسب نوع من الفرعانة ونوع من القوة بمرور الزمن هذا الأمر يجب أنه يتم هدمه عن طريق أنه تكون السلطة العليا في الدولة للبرلمان وليست لرئيس الدولة بمعنى رئيس الدولة يتخذ من القرارات ما يمش فيه صلاح الدولة ولكن يجب أن تخضع لموافقة البرلمان صاحب السيادة الحقيقية إذا تبنينا هذه الفكرة ضمننا الآتي شخص واحد مسؤول أقدر أشوفه ما أخدش الرئيس الوزراء كصدادة بتحامي على رئيس الجمهورية أقيله واستقيله ساعة الوزراء زي ما عمل رئيس الجمهورية المخلوع لما أقل أحمد نظيف بعد ثورة يناير في ليلة 28 يناير وكأن أحمد نظيف هو المسؤول مش كأن رئيس الجمهورية اللي بقاله 30 سنة هو المسؤول لا أنا عايز رئيس الجمهورية فقط هو المسؤول أمامي وعايز البرلمان هو اللي يشارك الحكم معاه وأنا أرى أن هذا النظام الأصلح لمصر